هذا هو ديننا ديننا امامنا ديننا يعني الحجة ابن الحسن العسكري حين نشفوه نتواصل مع الاصنام مع العجول مع السامري بكل اشكاله فبرنامج السامري له ظهورات مختلفة برنامج السامري مخططاته وعناوينه مختلفة والسامري مجرد عنوان انه المخطط الابليسي في ستراتيجية الصنمية هذه هي ستراتيجية ابليس صناعة الصنم البرنامج الابليسي يختصر بهذه الكلمة الصنمية الصنمية ماذا تعني الصنمية تعني صناعة الصنم ابليس يعلم يعلم الناس فن صناعة الصنم ويعلم الناس بروتوكولات التصنيم ولذا تجد هذه البروتوكولات تتضاعف بمرور الزمن وترتبط الناس بهذه البروتوكولات وتحولها الى دين وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيء فالعجل هكذا قال لموسى على نبينا وآله وعليه افضل الصلاة والسلام قال له ما اخذ لهؤلاء بعبادتي واتخاذي الها الا لتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين والكلام هنا بالعناوين بالرموز سؤال يطرح نفسه هل ان بني اسرائيل كانوا يتدينون بالصلاة على محمد وآله فاذا كانوا يتدينون بهذا هذا يعني انهم يعتقدون بمحمد وآل محمد الجواب نعم ينكر المراجع والعلماء الشيعة هذه المضامين لانهم ينكرون تفسير الامام العسكري وما شأني اهنا به ما علاقتي به اني لا اقيم لاقوالهم وزنا هذا كلام امامنا العسكري مرجعي مرجعي هنا آية الله العظمى حجة الاسلام والمسلمين المرجع الاعلى الاعلم الامام الامام ابن الاعمة وابو امام زمان آية الله العظمى بالمعنى الحقيقي هذه الالقاب القاب فمرجعي هنا في فهم هذه الحقائق وهذا المرجع الحسن العسكري هذا هو المرجع انت تريد ان تسمي الاخرين انت حر لكنني اتحداك ان تأتي باي اسم وتضع هذا الاسم الى جانبي مرجعي هذا انا اقول آية الله العظمى هو الحسن ابن علي العسكري هل تستطيع ان تصف احدا اخر من عامة الشيعة حينئذ نعم اذا عزلت الشيعة لوحدهم فهم يلعبون في الميدان براحتهم على طريقة وبيتنا ونلعب بي وشيلها غرض بين الناس على هذه الطريقة نعم لكن على طريقة ما قال امير المؤمنين ما لله من نبأ اعظم مني وما لله من آية اكبر مني الآية الكبرى هم والنبأ الاعظم هم حينئذ فكل الاسماء والالقاب حين نقف هنا ستكون مجردة عن كل قيمة فمرجعي هنا هو الحسن العسكري فأي مرجع العراقية شعيط ومعيط فلذا سأحدثكم عن هذا المرجع عن آية الله العظمى الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من تفسيره من تفسيره الشريف هذا الذي هو بين يدي أنتم أحرار تريدون أن تقدموا أقوال مرجع عندكم بأي لقب تلقبونه على قول مرجعي هذا أنتم أحرار